وضمن هذه القراءات التعبوية كشفت شبكة سي بي سي نيوز الأمريكية عن استعداد واشنطن لإرسال قوة عسكرية من 1500 مقاتل إلى العراق وسوريا في إطار مهمة العزم الصالب المخصصة لمحاربة تنظيم داعش ونقلت عن المقدم عمر مينوت وهو ضمن القوة العسكرية التي ستتوجه إلى العراق وسوريا قوله إن البقاء 11 شهرا بعيدا عن الأسرة لن يكون سهلا وبحسب التقرير فأن الجنود المرسلين إلى العراق وسوريا سيتوجهون أولا إلى قاعدة فورت بليس في ولاية تكساس للخضوع لتدريبات قبل التوجه إلى الشرق الأوسط